كارثة صحية وبيئية تعانيها ناحية أم قصر بقضاء الزبير في البصرة بسبب تفاقم مصادر التلوث المتنوعة من انبعاثات غازية ودخان أسود فضلا عن معاناة مزمنة مع شحة وملوحة المياه وسط أهمال حكومي أدى إلى تهديد النظام البيئي والصحي في ناحية أم قصر هذا التلوث سببه أولا الاستخراج النفطي في محافظة البصرة لشركة نفط البصرة وهناك تلوث بيئي أيضا بسبب المياه المائحة التي وصلت درجة نوحاتها بشكل كبير أصبحت تهدد البيئة وتهدد أيضا حتى الثروة الحيوانية بالنسبة للرواح والغازات التي تتكررها آخر مرة وجدتنا عدة اصابات يعني والاصابات موجودة داخل المستشفى عندنا جاء تتكرر هذه ظاهرة مسؤولون ناحية أم قصر أوضحوا أن التلوث في الناحية كبير جدا وأن حالات اختناق كثيرة لمواطنين سجلتها مستشفيات الناحية مؤكدين أن هناك مشكلة مزمنة في أم قصر تتمثل بشحة وملوحة ميه الشرب في الناحية ما يتعلق بقضية الانبعاث يعني الغازات من الآبار التي تستخرجها دولة الكويت هذه ليس مسؤولة حكومة محلية ولا بيئة البصرة هذه مسؤولية دولة ويجب على الحكومة العراقية أن تتحمل مسؤولية ناسها أم قصر الآن يتم تجهيز دور المواطنين بالسبوع مرتين وكل مرة ستة إلى ثمان ساعات يعني ماكو دولة بالعالم أو مدينة بالعالم مثل ما جاي تشهدها ناحية أم قصر يعني يومين بالسبوع وعلى مدار ستة أو ثمان ساعات بالسبوع هاي فيه أحسن الأحوال فصل الشتاء هو خطر متفاقم ومتنام في أم قصر يهدد حياة السكان والبيئة العامة يقابله صمت حكومي وتجاهل لأزمة مزمنة منذ سنوات لناحية تمتلك أهم الموانئ التجارية الأساسية في العراق